بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في حلقة متجددة من برنامجكم الصديقان النهاردة أول حلقة لنا مع حضراتكم بمشاركتنا في هذا اليوم المفتوح اللي بتقدمه قناة المحور على شاشتها بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو كل عام وحضراتكم بخير موعد البرنامج في الأساس الساعة 5 من 5 ل 7 كل يوم جمعة لكن النهاردة باعتبار يوم استثنائي احنا بنشارك من الساعة 3 للساعة 5 إن شاء الله وبيشارك معايا في البرنامج صديق العزيز جناب القصة أثنسيوس رزق اللي برحب به أبونا كل عام وساعتك بخير سلام طيب حضرتك وكل مصر سيد الرئيس والحكومة وكل فئات الشعب المصري بخير وسلام النهاردة طبعا يوم فعلا استثنائي لحدث استثنائي هو ثورة 30 يونيو مرور أربع سنوات على قيام الشعب المصري بكل فئاته على أهبة رجل واحد بهذه الصورة التي أنقذت مصر من مخاطر عديدة فأنا نيابة عن أخي وصديقي فضلت الشيخ مظهر بأقدم التهناء باسم البرنامج إلى كل فئات الشعب المصري بأهنى أيضا كل العملين والعملات النهاردة يوم بنسبة لهم استثنائي فعلا وقدموا فيه مجهود كبير النهاردة فبهنى كل العملين في قناة المحور بدءا من الدكتور حسن راتب ومرورا بالأستاذ أشرف عبد المنعم رئيس القناة وكل أصدقائنا وأحبائنا في كل القطاعات بنهنيكم كلكم بنهني كل شعب مصر بثورة 30 يونيو وأحب برضو أستفاد يعني أستغل هذه المناسبة فلنقدم أيضا التهناء لكل جموع الشعب المصري بعيد الفطر المبارك ربنا يديم المحبة ويعيد عليكم مثل هذه المناسبات وكل شعب مصر بخير وسلام 30 يونيو يوم فاصل ويوم تاريخي في حياة المصريين 30 يونيو نقطة فاصلة بين البقاء والعدم 30 يونيو بداية مرحلة جديدة لمصر بعد ذهاب جماعة الإخوان المتأسلمين علشان كده النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا تاريخيا بمناسبة هذه الثورة المجيدة أبرز ما جاء فيه أن 30 يونيو ثورة تاريخية دعمتها المؤسسات الوطنية لرفض الحكم الفاشي وأيضا أن ثورة 30 يونيو شكلت ملحمة مصرية فريدة للحفاظ على الوطن والباحثون والمؤرخون سيتوقفون كثيرا أمام ثورة 30 يونيو ببارك لحضراتكم بهني الجيش المصري والشرطة والقضاء بهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول المصريين كل عام وأنتم في تقدم وازدهار وأنتم في ورقي كل عام ومصر كلها فرحانة وسعيدة إن شاء الله تعالوا نشوف طبعا النهاردة هيكون معنا فقرتين مهمتين جدا هيكون معنا ضيوفنا الكرام الدكتورة مونة مكرم عبيد وزيرة الدولة السابقة والأستاذ إيهاب الخولي عضو مجلس النواب والمستشار سمير سويرس المحكم الدولي هيكونوا معنا في فقرات متلاحقة بعد ما نتوقف عند بعض الأخبار المهمة في برنامجنا والخبر الأول منها بيقول قوات من الجيش والشرطة في تأمين الكنائس والمنشآت العامة بكل المحافظات كثفت قوات الأمن من تواجدها حول الكنائس والمنشآت العامة بكل المحافظات استعدادا لذكرى 30 يونيو وتحسبا لأي أعمال إرهابية قد توجه في هذا اليوم شركة قوات من الجيش في تأمين الكنائس بالتنسيق مع قوات الشرطة وتم فرض إجراءات أمنية مشددة وإجراءات الوافدين على الكنائس ووضع الأجهزة الكاشفة للمعادن وإجراءات أمنية مشددة طبعا الكلام ده مهم جدا دلوقتي علشان تعرفين حضراتكم أن الأعداء الوطن بيحبوا يستغلوا أي مناسبة هيسعد فيها المصريين لإفتعال أو يعني جرهم إلى الأحزان من خلال القيام بأي عملية إرهابية فا احنا بنشد على إيه قواتنا من الجيش والشرطة المرابطين الآن أمام المنشآت العامة وخصوصا الكنائس والمساجد الهمة علشان خاطر يحولوا بين المصريين وبين وقوع أي عملية إرهابية أو إجرامية في هذا اليوم في نفس السياق أيضا صرح قدسة البابة ودروس الثاني بأنه شهداء المينيا صفحة نفخر بها في وطننا الغالي مصر وقدم في هذا اليوم وفي هذا التصريح بعد أن التقى بأسر مصابي حادث دير الأنبى صموئيل المعترف اللي هو حادث يوم 26 مايو الماضي قدم قدسته المساندة لكل هذه الأسر المصابين وكذلك أيضا أعلن قدسته أن الكنيسة سوف تقيم ذكرى الأربعين على أرواح أولاء الشهداء في دير الأنبى صموئيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين وكذلك أيضا أعلن نيافة الأنبى صفانوس أسقط ببو الفشن أنه سوف يقيم القداس الإلهي في ذكرى رحيل شهداء الفشن في قرية نازلة حنة وذلك يوم الاسنين القادم في القداس الإلهي الذي سوف يقام بدءا من الساعة الحادية عشر صباحا طبعا تسكار بركة لكل وتطيب الخواطر وتهدأ لكل النفوس المجروحة والملكومة على أبنائها من ضحايا شهداء القلمون ودير الأنبى صموئيل هذا الحادث الذي راح ضحياته تقريبا ثلاثين شهيد وشهيدة في هذه المسبحة الدموية التي كلنا دون أي استثناء نرفضها ونطالب كل القطاعات المصرية أن تتضامن مع أسر هؤلاء الشهداء والمصابين منهم حادث ستة وعشرين مايو الماضي كان حادث مؤلم كان حادث مؤلم بكل المعاني الكلمة وبالتالي أيها الأحباء سوف نشارك بجدية في تسكار الأربعين لتضميد الجراح لهؤلاء الشهداء في الكنيسة المصرية بدير الأنبى صموئيل إن شاء الله ثلاثة أيام القادمين يوم الاثنين والثلاث والأربعاء القادمين كل العزاء باسم القناة وباسم كل جموع الشعب المصري مسلمين ومسيحيين لأسر الشهداء وندعو بالشفاء العاجل لأسر المصابين إن شاء الله نيابة أمن الدولة بتأمر بضبط فلول عناصر خلية تستهدف كنائس اسكندرية أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء بحبس ستة خلية إرهابية تضم ستة عناصر انتحارية 15 يوم على زمة التحقيقات اتهمهم بالتخطيط واستهداف إحدى الكنائس بمنطقة اسكندرية أمرت كمان النيابة بسرعة ضبط وإحطار آخرين هاربين على زمة القضية وجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي اعترف المتهم حمزة شعبان عبد الرحمن بالاشتراك في تفجير عبوة ناسفة بمدخل بمحل مملوك لأحد الإخوة المسيحيين على أن يتم تفجير نفسه في جنازة صاحب المحل لكن الأمن ضبط المتهم واعترف المتهم بتلقيه تكلفات لتنفيذ هذه العملية الانتحارية من حي طبعا الضباط الشرطة اللي بيلاحقوا أو بيحاولوا منع الجريمة قبل وقوعها وبيلاحقوا الإرهابيين المتورطين أيضا في أي جريمة إرهابية وربنا يعدي الأيام على مصر بخير وسعادة بإذن الله تعالى خبر آخر أيها الأحباء أيضا يقول أن مؤسسة التضامن الاجتماعي تكرم نيافة الأنبى أرمية على مشريه ثقافة التسامح وفي هذا السياق قامت هذه المؤسسة بتقديم هدية تسكارية وتكريم لصاحب النيافة الأنبى أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوزوكسي بالقاهرة وذلك لدعمه وحدة الصف المصري لأجل مصر جميعا وتكريمه هذا أيضا ينبع من تكريم لكل الوطنيين الحقيقيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين في سعيهم للحفاظ على لحمة الشعب المصري وتقديم نموذك طيب في ثقافة التسامح وثقافة حب الوطن والأنبى أرمية له باع طويل في نشر الثقافة التسامح وذلك أيضا ضمن شخصيات عديدة كرمت في هذا الاحتفال أيضا فالتهناء لنافت الأنبى أرمية والتهناء لكل الوطنيين الذين حازوا على ثقة هذا المركز الثقافي الاجتماعي وبالتوفيق إن شاء الله احنا معنا تقرير النهاردة حبينا نشوف اخواتنا المصريين حبيبنا المصريين قالوا ايه النهاردة في ذكرى 30 يونيو صورة 30 يونيو صورة عظيمة شارك فيها كل الشعب المصري مع المؤسسات المصرية لرفض الفاشية الدينية كما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي تعالوا نشوف التقرير ونشوف المصريين قالوا ايه في ذكرى 30 يونيو ونرجع مع حضراتكم علشان نستكمل هذه الفقرات بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة